موسيقى مرطا جليحاوي طبعا شركة اوبو اعلنت عن جهاز Find X نسخة ثانية لكن التسريبات تقول انه ما استكفت بهذا الجهاز ولكن اكو نسخة مخففة مع صفاتها حلوة هو اوبو Find X2 نسخة لائت هذا جهاز يأتي بشاشة مقاس 6.4 في الاشياء بلاصم ناع سوبر امولد والبصمة ستكون بالشاشة الشاشة ستكون كاملة عد قطع موجود بالجزء الاوسط العلوي القطرة الندى مو نفس ما موجود بالعدسة الموجودة داخل الشاشة او فتحة تكون داخل الشاشة هذا جهاز يأتي بمعالج سناب دراغون 765 اكيد وهي 5G كذلك هذا الجهاز يأتي بذاكرها عشوائية 6 جيجا و 8 جيجا مع ذاكرة تخزين الـ 128 و 256 هذا الجهاز يأتي بكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل والكاميرات الخلفية راح تكون الأولى بعدسة أساسية هي الـ 48 ميجابيكسل إضافة لـ 8 ميجابيكسل وعدسة 2 ميجابيكسل تقدر تكون مواصفاتها حلوة مع المعالج اللي ينطلق بهذا الجهاز مع نظام الأندرويد 10 ووجهة أوبو الـ Color OS 7 كذلك هذا الجهاز راح يأتي بألوان متدرجة هو الأسود والأزرق يعني ممكن أنه أوبو يعني راح تغازل الكثير من المستخدمين بشغلة الألوان الجميلة مع أنه معالج سناب دراغون السعر اللي ينطلق به بأوروبا راح ينطلق بـ 500 يورو مايقارب الـ 550 دولار تقريبا وللشرق الأوسط راح يكون بسعر أقل بحدود الـ 400 وـ 420 دولار السناب دراغون الـ 765 هذا المعالج بما أنه بنسخة 5G راح يكون أغلى فيصعد سعر الجهاز فإذا جانب سعر 700-400 دولار يعني مو هالقد مرغوب أو يقدم لك مواصفات قوية لا إذا كان سعره راح يكون الـ 300-320 دولار أكيد راح يكون مرحب به لأن عندنا شركة رلمي وشركة شاوم يتنزل لنا أجهزة بهاي المعالجات بأسعار مناسبة نتمنى أن يوصل هذا الجهاز بسعر مناسب مع أنه هذا الجهاز يأتي ببطارية 4025 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط مواصفات قريبا مواصفات الأجهزة القوية لكن هو معالجة متوسط من هذه الفيديو أتمنى عجبكم الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة شكرا لكم مرتضى الجريحاوي وفي أمان الله